فمن ظن أنه بلا ذنب فقد أذنب ومن ظن أن رحمة الله لا تسع ذنبه فقد أغرق بالذنب ومن دأب العارفين بالله أن إذا عصى الواحد منهم ربه سارع إلى التوبة وأداها بشروطها المعهودة وقدم بين يدي توبته عملا صالحا ومما نفهمه من قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ومن قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ما نفهمه أن الله سبحانه وتعالى يريد لكل من عصى بجارحة من جوارحه أن يحسن بها لتتبدل السيئة حسنة فمن عصى بيده مدها إلى الخير إحسانا يمحو ما اقترفت يداه ومن مشى برجله إلى الحرام سعى مسعى خير يغفر ما خطت إليه رجله ومن أشرع لسانه بسيء القول مغفور له إن هو أشغله بذكر الله وهكذا دواليك وجماع الخير كله أن تركع لله ركعتين فيهما استقامة على أمر الله بأقدامك ونبذ لدنيا تلقيها وراء ظهرك برفع يديك بتكبيرك وبخضوعك وخشوعك لله بجنانك وبذكرك وتلاوتك لقرآن ربك ثم بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى من صلح من عباد الله قبل تسليمك